أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن فريق البحرين فيكتوريس للدراجات الهوائية علامة فارقة في التمثيل والترويج لمملكة البحرين في المحافل العالمية ويترجم رؤى جلالة الملك المفدة في تحقيق رؤية الاقتصادية للمملكة 2030 واستغلال الجنب الرياضي الذي يعتبر عنصر أساسيا في إبراز الترويج للمملكة وأوضح اسموه أن فوز دراج الفريق سوني كولبريلي بالمركز الأول في بطولة أوروبا للطرق يجسد مكانة الفريق في مشاركاته الأوروبية المتعددة والتي سجل فيها نجاحات كبيرة وحصد على العديد من الألقاب كما أن لقب بطولة أوروبا للطرق يتوج في جهود الفريق طوال الفترة الماضية وأشار اسموه أن فريق البحرين فيكتوريس للدراجات ضرب أروع الأمثلة في إبرازيس المملكة في المحافل الأوروبية طوال الفترة الماضية عبر صعوده على منصات التزويج في عدة بطولات وهو ما يؤكد الجهود البارزة التي بذلها الفريق متمثلة بالدراجين والجهازين الفني والإداري وأشهد سموه شيخ ناصر بن حمد بجهود الدراج سوني كولبريلي والإمكانيات العالية التي يمتلكها متمنيا سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر